وصلنا على ضيف اليوم أستاذة مونير الحلبي أهلا وسهلا فيك فنان صاعد بلشت مشوارك الفن يعني من خلال أغنية بتم إطلاقة من بعد انفجار أربع أب يعني للأسف هيدا الذكرى الأليم لكن مرات بالقصص الأليمة بلشت يولد فنانيين وهيك إبداعات من نوع آخر أهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح النوع بتعرفي أنا بدمان الفن من بعد أصغر يعني من صار لي تقريبا من عمره 13 سنة أنا بدمان الفن بشتغل بالمسرح بشتغل بالأساس كنت تشتغل للأطفال بعدنا بشتغل للأطفال والأغنية اللي عم نحكي عنها هي غنية ببيروت ببيروت عملت من بعد ذكرى سنة لفجار أربع أب كتير بوقتها صار في أعمال فنية شوي حزينة بتذكرنا بالأسى والألم يلي صار بوقتها جربنا بوقتها بهذه الغنية إنه نكون عم نجرب نكون عم نعطي شوية positive energy للعالم لأنه حتى بكلمات الغنية في أمل في إنه يلي صار صار بس نحنا من ضلنا نقدر نرجع نكفي ونقدر نرجع نحب بيروت يلي كلنا منعرفها ليه اخترت يعني الانطلاق من هيدا الموضوع بالتحديد يعني شو أثر فيك؟ ليه قررت أنه أنا بدي غني لبيروت بدي أرجع يمكن جيب العالم خلي الناس ترجع يكون في عندها أمال تعرفي ديجا أنا ابن بيروت أنا من بيروت وعندي عشق لبيروت يعني هلأ بنزل على بيروت تنزل على داونتاون تنزل هيك تحسي أنه هيدا مش بيروتنا ليه ما بنرجع مرد بيروت يعني أنت عم تحاول تسترد الهوية هوية بيروت اللي نحنا خلقنا وربينا فيها وعن بيحاولوا يغيرولا هيدا هيدا الصورة يعني بيروت الصهر بيروت الفرح المهرجانات الحفلات المسرح الفنون كلها خلقت من عنا من بيروت ليه ما بنرجع من ردة؟ ليه ما بنرجع من نعيش بها الفرح وبها الحب لكل أوجه بيروت نعم طيب شو خطتك التالية؟ هلأ عم نحضر لكذا عمل كذا أغنية مايندي أنا هلأ ماشي شوية إذا بدك بخط الكوفرز كوفر سونغز لأنه كل فنان أول ما يبلش بتحس أنه في عنده شوية من فنان تاني هلأ أنا شوية من فرانك سيناترا مايكل بوبلي حلو هالمزج في كتير ميكس بالإدنتيز الميزيك اللي أنا بحب أسمعه وبحب حتى أديها هلأ ستكون نيويورك نيويورك طبعا فرانك سيناترا عاملنا شوي عم تحمسنا كتير كتير مشعوط شي كتير جديد كفجول بالكليب رح يكون لأنه عاملين إذا بدك لوحة بشعراتي طرح علي فكرة ماي هير دراسر قال لي أنه في فكرة عبالي نفزها وقلت له أنا في عندك خلينا نشوف إذا بتزبط معنا على الكليب بتشبه الكليب هيدا الفكرة لقيت أنت يعني عاملين كنتراست لأنه شي كتير مشاكك كتير مقتنع فيها للفكرة محمس لأنه كنت عم غني مع خمسة عيون على رأسي كيفك يعني كنا عاملين على رأسي بلشنا ببعض بيضة وسيقبت أنه كوفيري كمان بيرسم حلو قدرنا نعمل رسم كتير هيدا إحنا قيمتها مشوفها هيدا لازم تنزل من هلأ إلى تقريبا شي شهر شهر وشوي وغير هيك كمان عم نحضر يعني بدأت تعمل بوم بالموسع من الصيف أنت مئة بالمئة هيدا إياها لكنا خلينا نسمع هيك قطش صغيرة من غنية ببيروت أوكي موسيقى حياتك عيش ما بتعرف وقت البتروح تير بلا ريش ما تترك حالك مجروح رأسك بالعالي أعلى على العالي حلق على الغيم فوق البيوت وطبي ببالي لا حتى أموت بمطرح تاني مش مبسوط ببيروت يا حبيبي ببيروت ضوّى الليل والدحكي محيط لسكوت ولعيت نار نار واللي صار صار بكفي إنك ببيروت حلو كتير مع مين عم تتعاون بكتاب هيدا الأغنية كتب ليها حدا صديق لقاله لكن نشتغل معنا بالمسرح روبير عيسب وجهله تحية هلأ صار باستراليا تعرفين أوضاع البلد في كتير عالم فلت عم تغني لهم ببيروت يعني إنه نرجعوا جوا لازم يرجعوا لازم يرجعوا لانه حتى نقدر نرجع نرجع نرد اللي نحنا منحبه لازم كلنا نكون متكاتفين وكلنا إيد وحدة حتى نقدر نرجع نرد هيدا الشي الحلو نعم فمثل ما كنت عم بقلك الأغنية من كتابة روبير عيسى روبير قلمه كتير حلو كتير بحب شو بيكتب يعني كنا كمان حتى نشتغل على أغاني مسرحيات اللي أنا كنت أكتبها طبع الأطفال بتحس دايما في عنده إحساس يعني حتى وقتا كنا نكتب لصغار فيه رقي بالألم اللي عم بيكتب تا ما نكون عم نستخف يعني يعني بيعرف يوجه ألمه لكل فئة معينة من الأشخاص نشتغل معه مية بالمية حلو كنت معنا يمكن عم تسمع مادام جانا كانت عم تحكي أنه عم تطالب أنه المسرح يكون مجانة الشخص ما يدفع تمن ألفا بتوافق هذا الموضوع أنت بتوافق هذا الرأي هلأ فيه وافق فيه موافق بس تعرف لأنه بالنهاية الفنان هو هذا مصدر عيشه يعني إن كان الممثل ولا كان المغني حتى يعني المخرجين والكتاب هذول كمان هذا نوع من الفن إجباري يكون هذا الشخص بس يكون عم بقدم هذا الشيء للجمهور يكون عم بتكافأ بأتليست شيء مادة غير أكيد المكافأة المعنوية بتكون يعني وردة بتكفي للممثل أو للمغني على المسرح بس كمان فيه بتحس أنه فيه تعب النهاية فيه وقت فيه صهر ليالي على الأعمال اللي عم تنعم لازم يقدر يعني مية بالمية شو بتحب تقول للفئة الشبابية اللي من عمرك اللي عندهم أمل ببكرة إنه بيروت أحلى لبنان أحلى وعندكن مستقبل تقدروا تنطلقوا منه للعالمية هون كل شيء نطلق من بيروت لي ما منرجع ننطلق عن جديد من بيروت من بيروت جديدة حلوة فراش شبابية يعني يعني محتى عندكم أمل أنه في بعض مستقبل منه تنطلقوا كثير 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 عالم بقولوا لي أنه مونيين شو بعدك عم تعمل هون هادي الجمل الشهيرة بقولوا لي كل الناس بقولوا لي شو بعدك عم تعمل هون أنه برا في كثير شعال وبره في كثير شغال وحتى يعني بضمان الانترتايمنت والفن وهيك إنه في كثير في كثير أشخاص شو بعدك عم تعملون بلون إذا كلنا فلاينا لم يمنى نتركها البلد أنا نسمع منك شي قطش تانية عامل شي ميكس عمرو ديان وشي بعرفك أنه كثير عم بت هيك عم تطرب الأشخاص اللي بيحبوا كل أخبار لك عم نسمع أخبار عم نجارب أدمى فينا نكون هلأ كمان عم نفوت على الصيفية بجو هذا الجديد يجمل عيون وحلى عيون صحيت لي للعاشئين صحيت الشوق من غير معا وسفرت لي آخر البلاد يجمل عيون وحلى عيون صحيت لي للعاشئين صحيت الشوق من غير معا وسفرت لي آخر البلاد والله بحبك موت وأحب بورج الحوت وعشاء تفاصيلك دحكوا بكا وسكوت لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت يعطيك ألف عافية مونير وخلي هالطاقة الإيجابية اللي بصوتك وهالضحك اللي بعيونك تكون سبب لأنه الشباب اللي بعمرك يبقوا ويكون عندهم هدف أنه عن جد ينجحوا ببلدهم ووطنهم أهلا وسهلا فيك نورتنا لهم مرسي كتير أهلا أهلا